السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحا عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله نعاد علينا العام الجاي ان شاء الله بالصحة والراحة والهنا في حياتكم وحيات ولديكم اذا كل عام وانتم بخير في هذا الفيديو ان شاء الله رايحين نحلو نموذج اختبارات الفصل الثاني للسنة اولى متوسط اذا مع المشتركين اللي تفعيل الجرس باش كننشر فيديو اخر لانو راح نبدأ نفتح فينا اختبارات لهذا الفصل اللي راه مقريب وعلى الابواب لجميع المستويات كنحط الفيديو تكونوا معاه وتشوفوه ويفيدكم وتستفادوا باذن الله اذا نبدأوا على بركة الله بقراءة الموضوع والاسئلة بسم الله هنا كيمدوا لكم الموضوع تقرأوا النص تشوفوا النص من الفوق وشوفوش كاين من الفوق العنوان في اسفل النص وش كاين المصدر انتاعوا لازم تشوفوه ديولو تحليل كامل بالعين المجردة تشوفووش كاين ومبعد تبدأوا في قراءته كما هنا راكم تشوفو عدنا الفوق عدنا اسماوات وعناوين الى غيرها اذا عدنا to ياسر سليماني وعدنا from لي هو ياسر سليماني هو اللي راح يستقبل الرسالة والمرسل اللي هو كريم تينا هنا عدنا two اللي هو اللي رح يستقبل الرسالة اسمه ياسر سليماني واللي رح يبعث الرسالة هو كريم تينار إذن هنا the subject هو the green family the green family اللي هي العائلة الخضراء معنتها هنا تعبير فقط عن العائلة هو حبي سميها العائلة الخضراء وذلك لسبب شخصين تاعوا ومبعد أنتم رايحين تسموا العائلة تحكم كما تحبوا في الوضعية الإدماجية إذن Dear Yasir Hello My name is Kareem Tinar مرحبا اسمي Kareem Tinar I am 12 years old عمري 12 سنة I live in حسينية in Bleda نسكن في الحسينية في Bleda I am from Algeria أنا من الجزائر I am Algerian أنا جزائري I go to المهدي محمد Middle School نقرأ في متوسطة مهدي محمد I have a nice family My father is an architect and my mother is a dressmaker عندي عائلة لطيفة ولا جميلة بابا هيخدم مهندس محمالي وأمو تخدم خياطة dressmaker هو الخياطة My brother is a doctor and my sister is a teacher خوه طبيب وأخته أستاذة I have a beautiful cat عندي قط شباب Its fur is orange الشعر انتاحة اللي هو الفيور ما نقولوش هير لأنه شعر القطط هو كفرو A fur is orange لونه برتقالي and a bicycle وعندو دراجة Its color is purple لونها بنفسجي Glad to meet you What about you سوري رتو بمعرفتك ماذا عنك إذن هذا هو النص حول كريم تينار اللي حكي على اسمه لقبه وش بحال في عمره وين يقرأه العائلة انتاعه ووش عندو قط ودراجة إذن قل لك What about you معنتها ماذا عنك انتايا نتوم بعد رايح تكتب فقرة كما هذه عبارة عن رسالة إلكترونية اللي هي email جاوب فيه كريم على شكون انت ووش عندك وين تقرأ إلى غيرها إذن بعد ما نقرأه النص نروح للأسئلة الخاصة بهذا الموضوع إذن هنا عدنا reading comprehension اللي هي الفهم انتاعك من قراءة النص أسئلة على ووش فهمت من النص عفوا إذن عدنا السؤال الأول بعد ما تقرأ رايح تدير في دائرة الإجابة الصحيحة the text is النص عبارة عن ماذا letter اللي هو رسالة an email رسالة إلكترونية ولا web article اللي هو ما قال إلكتروني خير الإجابة الصحيحة كريم's brother خو كريم وش يخدم a doctor a mechanic or a dentist وشنو هي الخدمة تحخوه رايحين تلقوها في النص أقرأوا بالعقل واتمعنوا في السؤال his bicycle is بردراجة نتاعه pupil purple ولا people دراجة نتاعه أقرأوا وش أهدر عليها تلقوا الإجابة في النص نروح الآن للسؤال الثاني عدنا identity card انتح كريم بطاقة المعلومات الخاصة بكريم رايحين نتعمرها من النص تقرأوا النص وتعمروا عدنا النام اللي هو الاسم انتاعه هذا الشخص اللي في الصورة شكون هو family name لقبه أو اسم العائلة انتاعه الage اللي هو عمره town or city وين يسكن البلاسة اللي سكن فيها المنطقة اللي سكن فيها occupation ما هو عمله father's job و mother's job ما هو عمل أبوه وعمل أمه و school اللي هو المدرسة اللي يقرأ فيها راهم مذكورين كامل في النص أقرأوا وعمروا المعلومات الخاصة بكريم إذن كريم هو اللي رايحين نعمروا عليه هذه المعلومات الآن للسؤال الموالي mustry of language هو دائما عدنا جزء الخاص بالنص وذوك هذا الجزء الخاص بالقواعد i reorder رايحين نحاود نرتبوا الكلمات باش نتحصلوا على جمل مفيدة عدنا doctor my brother نقطة is و a هذو ترتبوهم تتحصلوا على جملة صحيحة ذات معنى name أبو بكر نقطة is he's job question mark اللي هي علامة الاستفهام is what و he's ترتبوهم باش تتحصلوا على جمل مفيدة ذات معنى ركزو مليح ثم نروحو للجزء الموالية عدنا تمرين رقم اثنان عدنا خانات فارغين رايحين ننعمروهم باي ولا اي ان ليا ان ولا ذ ركزو مليح I have got فارغ ندرو فيها اي ولا اي ان ولا ذ cantaloo and apple cantaloo اللي هو الكانطالو كيما نقولو بالدرجل الكانطالو اللي هو البتيخ الاصفر اللي راهو في الصورة cantaloo and red or apple اوكي cantaloo is orange and apple is red ندرو اي اي ان ولا ذ المكان المناسب اقرأوا بالعقل وحطوا في المكان المناسب كل كلمة وقارنوا وشوفوا الاجابة التحكم الى تمشي معاهم المعنية اللي متخلطت له يكتب اي وقتاش نكتبوها و اي ان عندنا ثانية قاعدة وقتاش نكتبوها والذ اللي هو الف ولام في الدرجة وقتاش نكتبوها ركزو فقط نروحوا للتمرين الموالي عدنا عدنا جدول في خانتين خانة تاع ذ وخانة تاع ث على حسب النطق انتع الكلمة اذا كان ذ ولا ث تصنفوها في الخانة المناسبة عدنا mother month three و brother اقرأوهم وشوفوها تجي في الخانة تاع ذ ولا ث ننتقل الان الى الوضعية الادماجية اذا كان عدنا هنا ريح تكتبك مكتب كريم ايميل اللي هو بريد الكتروني تحضر فيها على روحك اسمك عمرك وين تسكن البلد تاعك النشناليتي تاعك اللي هي الجنسية تاعك المدرسة اللي تقرأ فيها وش تدير في حياتك واحكي على عائلتك باختصار احكي على بابك ويمك خوتك كي ما تحب ولكن باختصار بشرط انك تكتبها على طريقة ايميل كي ما راكم تشوفو ترسلها الى صديقك تكتب كما مكتوبة to تكتب الاسم تاح صديقك اللي راح ترسله وعدنا from ولا اللي هي cc الاسم انت المرسل والsubject هنا خير عنوان للفقرة انتاعك اللي رايح ترسلها لزاميلك اذا هذا هو الموضوع اذا بعد ما تحبسوا الفيديو وتحلوا تحاولوا انكم تحلوا وحدكم اتجي وتقارنوا الاجابة انتحكم بهذا الاجابة نبدو في الاجابة بسم الله ده نشوفوا معايا هنا الاجابة the text is an email كريم's brother is a doctor his bicycle is purple ومبعد هنا عمرنا identity card انتح كريم اذا النام هو كريم family name tinar age 12 city or town حسينية in بليدة occupation هو pupil father's job architect mother's job dressmaker school المهدي محمد middle school تقدروا هنا تكتبوا الاسم فقط المهدي محمد نروحوا الان master of language هنا عودنا رتبنا الكلمات اذا عدنا my brother is a doctor نقطة his name is عبد القادر نقطة والثالثة كان عدنا what is his job question mark و نقطة هنا سيت النقطة عدنا task 2 كان عدنا I have got a cantaloupe and an apple أي an the cantaloupe is orange and the apple is red the task 3 هنا حطينا كل كلمة على حسب النطق انت تحس the ولا the إذن كان عدنا month three mother and brother with the نروحوا الآن إلى التمرين لمازال situation of integration هنا كتبنا الفقرة البسيطة والمبسطة كما العادات هنا تكتب to اللي هو اسم المرسل إليه و from اللي هو من شكول اللي بعث انت اللي بعث هنا تكتب أسمك to اللي هو إلى من اللي هو أسمك انت اللي رح تبعث إلى المرسل إليه to سليم رحمني from ياسر تينا the subject هنا تسمي الموضوع كما تحب أنا دلت لكم my happy family هو الموضوع تقدر تكتب أي عنوان تحب للفقرة نتاعك نقطة I study I study at أحمد زابنا middle school I live with my parents I have two sisters and one brother نقطة فقرة بسيطة ومببسطة حول نفسك تكتب تكتب